ده اللي نتناشي معه الدكتور مبروك ونسمعه مرحب حرك معنا يا فرح أشكرك وكل لحظة وأنتم في تمام الصحة أي علاقة دينا بمواردنا من كيس السكر لماية النيل حاضر أبري ما أقول بس عايز أهدي من يحدث في مصر من برنامج حضرتك هدية لجميع المسجعين والمسجعات اللي هما إن شاء الله بعد لكم ساعة حيقولوا مدفع الأفتار وأنا أتمنى لكم سوما مقبولاً وأفتاراً شيئاً الله لا يتقبل من كسوم ولا تاكلوا لقمة هنية أحطول العلم القواعد تقول كده فيش في الدنيا حاجة ما هنتمنى لكم سوما مقبولاً إلا واحد لإري قرآن ولا تفاهم قواعد اللقم أنا هقوله يا شريف لأن كلمة نتمنى دي يعني مستحيل قانون إيه البديل يا بي مش هيتشلل سنة لو قلنا ادفع الأفتار ونرجو لكم سوما مقبولاً نرجو يعني بدل نتمنى؟ دي فرق السمع الأرض هو ربنا قال وإما تعرضان عنهم وابتغاء رحمتي من ربك ترجوها ولا تتمنىها قال ترجوها لأنها ممكنة إنما لو كانت بالفرنساوي كانت تتمنىها نرجو لازم كده مزيعين يعرفوا الليلة من يحدث في مصر إن كلمة نتمنى لكم صوماً مقبولاً ويبطر نتمنى دي اللي بعيد إنها تتحقق يعني مش هتحصل ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابة الدنيا هترجع له تاني الرجل الشعر قال لا ليت الشباب يعودوا لاو من الشعر لأنه impossible يعني مع أن نخش من بسم الله الرحمن الرحيم دي مهمة جدا عايز أقول لسياتك وحريحك جدا وحتبسط قوي من اللي أنا حقوله لبلوك كلامي ولا حال خاص جملتين جملتين عايز تشرحهم في زر الساعات أنا جاهز الجملة الأولى من أول ما حضرتك قلت في كباية الميا لغاية التموين لغاية الإبرة والصاروخ لجميع الموارد الميا غير الميا الأكل والشرب الأمح الدنيا دي بحلال مشروط التعامل مع جميع الموارد بعدم الإصراف والتبزير تاخد حاجتك زيادة بقين في طائفة الله لا يحبها لأنه ألكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فأنت دخلت يا متجاوز دي حاجة فيه حقولي سيادتك على حاجة خاصة بالمي كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عدي على راجل صحابي جميل جدا اسمه سيدنا مولانا ابن مسعود فوقف شافه هو بيتوضط يعني جاي بحلة وبياخد منها فعمل كده واحد اتمضمن التانية التالتة الرابعة إنه بيصبر عليه عليه الصلاة والسلام فغسل وشه أربع مرات وغسل جراعه أربع مرات ومسع على رأسه أربع مرات وغسل رجليه أربع مرات فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا ابن مسعود قال له نعم يا رسول الله قال له لقد أصرفت ياللي داخل تجيب الركعتين لله رب العالمين بقيت مع الذين لا يحبهم الله من المصرفين وقال ابن مسعود قافل الماء يصرف ده ماء يعني اللي احنا نمسك واحد اللي بيسك خرطوم أو زي السيد رئيس الجمهوري ما قال النهاردة لو كل واحد عمل كده بقى خمسين مليون يعني الحساب يجمع مع العدد الكبير اللي بيعمل كده كل ده ماسك خرطوم واللي بيغسل عربية كل يوم والبرومة إن شاء الله حتى كلها ولا فاهم حاجة والدنيا كلها واللي بيستحمى بنيو ويمده أربع خمسين مرات واللي يعد يتوضي يعد يغسل لك في دراعه في أمر بكر وفي حمام بيته بالسابع مرات وكأنه ما درس هذا الحديث وما مر على يحدث في مصر ليستمع إلى ضيف شريف بعمل ربراح إيه هيا عمير كوليد الدراسات الإسلامية بجماعة العظم انتبارك قال يا رسول